السؤال الأول السؤال الأول من لبنان إحدى الأخوات هكذا تسأل من أنها ترغب في إكمال دراستها الجامعية العليا لكنها تقول إذا كان الإمام على الأبواب ما فائدة دراستي أقول للأخت الفاضلة هذا الكلام كلام شيطاني بامتياز إذا كان الإمام على الأبواب ما فائدة دراستي يبدو أنك وصلت إلى هذه النتيجة من أن الإمام على الأبواب من خلال هذا البرنامج إننا نعمل بالأسباب وكل الأسباب ولو لم نكن كذلك لما استطعنا أن نوصل الوعي الوعي الثقافية الثقافية السليمة إليك وإلى غيرك عليك أن تعملي وعليك أن تواصلي دراستك إذا كنت راغبة راغبة في ذلك أنا لا أحدد لك موقفك أن تواصلي دراستك أو أن لا تفعل ذلك إنما أقول لك من أن التفكير بهذه الطريقة هذا تفكير شيطاني بامتياز لا بد أن تعرفي وهذا الكلام أقوله لنفسي أولا ولكي ثانيا ولكل الذين يشاهدون هذه الحلقة هذا المنطق من أن الإمام على الأبواب فعلينا أن نعطل كل شيء هذا المنطق يتعارض يتعارض مع منطق التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم وهو تكليفنا تكليفنا العقائدي والشرعي نحن الذين نقول إننا شيعة قائم آل محمد صلوات الله عليه تكليفنا الشرعي تكليفنا العقائدي أن نقوم بالتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم كل بحسبه كل من موقعه كل بحسب إمكاناته والذي لا يستطيع أن يفعل شيئا لعدم توفر الأسباب لديه فهو معذور نيته نيته في أن يكون مستعدا لنصرة إمامه وللسعي في خدمته وللتمهيد لمشروعه إذا كان قادرا على ذلك نيته نيته هي تكليفه هذا المنطق الذي تتحدثين به يأيتها الأخت الفاضلة هذا منطق يتعارض بالكامل مع منطق التمهيد لمشروع إمام زماننا الأعظم نحن هكذا ربانا أئمتنا إنني أقرأ من غيبة النعماني إنها طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة في صفحة الثانية والخمسين بعد المائتين إنه الحديث السادس والأربعون بسنده بسند النعماني عن خلاد بن الصفار قال سئل أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه هل ولد القائم في زمن الصادق صلوات وسلام عليه في زمنه سئل الإمام الصادق هل ولد القائم في ذلك هالزمان فقال لا ولو أدركته ولو أدركته لخدمته أيام حياتي كيف تكون الخدمة طيلة الحياة لابد أن تكون مسبوقة بمعرفة وصية الأمير صلوات الله عليه لكميل ابن زياد يا كميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة يا كميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة من أين نأخذ هذه المعرفة وصية الأمير نفسها لكميل يا كميل يا كميل يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكون منا حينما يربينا إمامنا صادق هذه التربية ولو أدركته ولو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي خدمتنا لإمام زماننا ليس لها من صورة معينة وإنما تأتي تحت عنوان التمهيد لمشروعه الأعظم ومثل ما بينت قبل قليل يكون كل شخص بحسبه بحسب ظروفه الزمانية المكانية الشخصية بحسب الإمكانات والأسباب المتوفرة لديه الناس يختلفون وتختلف ظروفهم وأحوالهم ولو أدركته لخدمته أيام حياتي نحن مطالبون بالتمهيد على طول الخط إلى آخر نفس من أنفاس حياتنا وتمهيد يعني العمل التمهيد يعني النشاط يعني الحركة التعطيل التعطيل منهج شيطاني والتعطيل بهذا التفكير من أن الإمام على الأبواب ما فائدة دراستي ما فائدة عملي مفائدة حركتي هذا التعطيل سيقود الإنسان إلى نوعين نوعين من الكوارث التي ستدمره هناك كارثتان كارثتان وهاتان الكارثتان ابتلي بهم بشكل خاص الشعب العراقي عبر التاريخ وإلى يومنا هذا الكسل والملل العراقيون يسمعونني الآن أخاطب الشيعة المتدينين لا شأن لي بغير هؤلاء فخطابي موجه لهؤلاء ميزتان واضحتان ميزتان سهيئتان واضحتان في العراقيين عموما وفي الشيعة خصوصا الكسل والملل هتان كارثتان إذا مبتلي الإنسان بهما ستدمر عقيدته سيدمر دينه ستدمر عبادته لأن الكسل يمنع الإنسان من أن يكون نافعا دنيويا ومن أن يكون نافعا أخرويا وأما المهلل وهو شقيقه شقيق الكسل إنه ماتوا أمان الكسل والملل الملل يدمر الدين يدمر الدين ويدمر العلاقة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه بوابة التعطيل بوابة شيطانية تقودنا إلى الكسل والملل بينما إمامنا يربينا على الحماس أن يكون الحماس حاضرا حاضرا في حياتنا لخدمة إمام زماننا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي إلى آخر نفس من أنفاسي إلى آخر لحظة من لحظات حياتي ولو أدركته لخدمته أيام حياتي نحن هنا نحتاج إلى الحماس عدو الحماس الكسل والملل والبداية من بوابة التعطيل أن الإنسان يعطل عمله يعطل حركته يعطل نشاطه التمهيد التمهيد يا أيها الذين تريدون أن تمهدوا التمهيد يجري يجري من خلال الأسباب وعبر التخطيط وليكن ذلك إلا من خلال دراسة الواقع والممازجة معه هكذا يتحقق التمهيد في فناء خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إنما نمهد من خلال الأسباب وعبر التخطيط التخطيط الدقيق بحسب معطيات الواقع الذي نعيش فيه وإلا فإننا لن نصل إلى نتيجة محمودة في دائرة خدمة إمام زماننا نحن لا نبالي بالناس هل مدحونا أم ذمونا هل مدحوا عملنا أم ذموه هل يتفقون معنا فيما نسعى إليه من أهداف ونتائج أو أنهم يحاربون لا نبالي بهم لا نبالي بهم لا شأن لنا بالناس علينا أن ندرس الواقع من حولنا وأن نخطط بدقة إذا كانت الأسباب متوفرة لدينا نباشر العمل إن لم تكن الأسباب متوفرة لدينا نسعى لتحصيلها وتحقيقها إذا عجزنا فنحن معذورون نحن معذورون حينئذ سنبقى على نيتنا سنبقى على استعدادنا ونحاول أن نحافظ على الحماس في نيتنا فإن الحماس يكون مصاحبا للنوايا أيضا الحماس يصاحب العمل والحماس يصاحب القول الحماس يصاحب النشاط والحركة ويصاحب النوايا بل الحماس هو المادة التي تميز نية الإنسان النية الضعيفة لا تسمى نية إذا أردنا أن نقيسها في موازين العقيدة السليمة النية هي النية القوية ولن تكون النية قوية وفاعلة في النفس والقلب والعقل ما لم تكن النية حماسية ما لم يكن الحماس يتفجر فيها يتفجر في نية الإنسان نحن نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة نقرأ ولازلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني هذه الرواية عن المفضل ابن عمر أقرأها من صفحة الخامسة والتسعين بعد المائتين إنه الحديث الثالث المفضل يقول سمعت الصادق صلوات الله عليه وقد ذكر القائم فقلت المفضل يقول للإمام الصادق بعد أن ذكر القائم صلوات الله عليه إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة فقال لا يكون ذلك لا يكون ذلك حتى تمسح العلق والعرق العلق الدماء المتجمدة هذا عند ظهوره فما باتكم في الغيبة في الغيبة حيث يصعب علينا أن نوفر الأسباب المناسبة بينما في مرحلة الظهور فإن الأسباب المناسبة متوفرة بتمام المعنى بينما في زمان الغيبة فإن أسباب العمل لا تتوفر دائما وإذا ما توفرت فإنها شحيحة وضيقة أتحدث عن كل الأسباب المادية والمعنوية المفضل يقول للصادق صلوات الله عليه إني لأرجو أن يكون أمره أمر القائم في سهولة فقال لا يكون ذلك حتى تمسح العلق والعرق قلت إنهم يقولون حديث طويل عن بشير ابن أبي أراكة النبال عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قلت إنهم يقولون المخالفون لأهل البيت أو أشيعة الجهال إنهم يقولون إنه إذا كان ذلك استقامت له الأمور الإمام ماذا قال هذا هو الذي أريده قال كلا كلا والذي نفسي بيده الباقر هو الذي يقول قال كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق وأومأ بيده إلى جبهته هكذا كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق إنه العمل والعمل الجاد المتواصل هذه هي خدمتنا لإمام زماننا إن كان هذا في زمان الغيبة أو كان هذا في زمان الظهور الشريف ونحن نتحدث الآن عن زمان الغيبة نذهب إلى فاصل حينما أقول وأنا أتحدث في هذا البرنامج أو غيره من أن الإمام على الأبواب إنني لا أتحدث عن وقت معين إنما هي الحقائق التي تأخذ بعنقي والذين يتابعون برامج يجدون الحقائق واضحة فعينما تحدثت عن ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه في هذا البرنامج إنني جئتكم بكتبنا القديمة ووضعت بين أيديكم أحاديث العترة الطاهرة وشرحتها بعربية تعتمد على قواعد الأدب العربي إنها فصاحتهم وبلاغتهم صلوات الله عليهم وما زجت هذا مع واقع تستطيعون أن تلامسوه بحواسكم وجئتكم بالوثائق الحسية التي لا تقبل الشك المنطق السليم سيقودنا إلى أن الإمام على الأبواب لكن هذا لا يعني التوقيت ولا يعني أن الإمام سيكون ظهوره في شهر محرم هذا أو في السنة القادمة أنا لا أتحدث عن توقيت أبدا لأن الأئمة منعونا أن نوقت لماذا منعونا أن نوقت لأننا لسنا قادرين على التوقيت وإذا ما وقتنا فإننا مخطئون قطعا هذه قضية علمية وما هي بقضية نفسية حينما منعنا عن التوقيت لأننا لا نستطيع أن نوقت لا نمتلك المعطيات فحينما منعونا وقالوا لنا من جاءكم بوقت فكذبوه يقولون لنا إنكم لن تستطيعوا لن لن تستطيعوا أن توقتوا لأنكم لا تمتلكون المعطيات التي تعتمدونها في التوقيت نحن ربينا وأنشئنا أتحدث عن التربية العقائدية وعن النشأة الدينية نحن ربينا وأنشئنا في دين العترة الطاهرة من قبل أئمتنا وفقا لقاعدة الأمان وإن برامجي من أولها إلى آخرها مبنية على قاعدة الأمان أقرأ عليكم مما جاء في علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني من علل الشرائع وطبعة طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في صفحة السادسة بعد الخمسمائة إنه الحديث السادس عشر بسنده بسند الصدوق عن إمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا يحدثنا علي ابن يقطين الشخصية الشيعية المعروفة علي ابن يقطين يقول قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي وما روي في أعاديكم قد صح ما روي في أعاديكم في العباسيين الأحاديث تقول من أن العباسيين يحكمون وقد حكموا وعلي ابن يقطين يتحدث عن الحكم العباسي الأول وما جاء في آل محمد من أنهم يحكمون ما حكموا فماذا قال له إمامنا الكاظم صلوات الله عليه إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق خرج من قبلنا إن الذي خرج في أعدائنا في العباسيين وفي غيرهم كان من الحق فكان كما قيل وأنتم وأنتم عللتم بالأمان فخرج إليكم كما خرج وأنتم عللتم بالأمان نحن ربينا بالأمان عللنا عللنا بالأمان مثل ما يقول الطغراء في لاميته المعروفة بإلامية العجم أعلل النفس بالأمال أرقبها ما أضيق العيش ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل أعلل النفس إن ني أسكنها أهدئها أربيها أروضها هذا معنى أعللها أعلل النفس بالأمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل هذه حقيقة قول الشاعر هنا حقيقة مثل ما يقول صلى الله عليه وآله وإن من الشعر لحكمة هذه حكمة حقيقة والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها هذا قوله صلى الله عليه وآله أيضا ما 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 روي فيكم من الملاحم ليس كما روي وما روي في أعاديكم قد صح فقال إمامنا الكاظم صلى الله الله عليه إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق خرج من قبلنا فكان كما قيل وأنتم أنتم أنتم موعدكم لم يأتي بعد أطريق طويل 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 يا من أولها إلى آخرها بل كل حياتي بل كل حياتي أتحدث عن حياتي الشخصية إنني بنيتها ونظمتها وفقا لهذه القاعدة قاعدة الأمان لازالت الشيعة تربى بالأمان هذه رواياتهم وأحاديثهم ولازلنا لازلنا نربى بالأمان لازالت الشيعة يا ابن يقطين تربى بالأمان فليس هناك من توقيت إنما هي قاعدة الأمان هذا هو منطق العترة الطاهرة وهذا المنطق يتشكل من رؤية من رؤية مبنية على قاعدة ربانية صريحة واضحة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أب الله إلا أن تجري الأمور بأسبابك وهكذا وهكذا تجري الأمور هذا هو برنامج الله هذه سنن الله ونحن عبيده حينما يسألون إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن معنى التوحيد ما التوحيد يا ابن رسول الله قال الرضا بقضاء الله وقدره هذا هو التوحيد الرضا بقضاء الله وقدره أن نعمل بالأسباب بالسنن التي قضى بها علينا وبالحدود التي قدرها لنا هناك سنن ربانية وهناك حدود إلهية وما بين هذه السنن والحدود يأتي دين العترة الطاهرة تأتي الحكمة اليمانية حكمة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما وما التعليل بالأمان إلا جزء من هذه الحكمة اليمانية نقرأ في سورة القصص في الآية السابعة والسبعين بعد البسملة وابتغي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة التخطيط يبدأ من هنا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة لكن على قاعدة ولا تنسى نصيبك من الدنيا القاعدة التي ننطلق منها من هنا من الأسباب وأحسن كما أحسن الله إليك في الجهتين في الآخرة والدنيا ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هذه الآية تلخص لنا البرنامج بكل أبعاده في أبعاده المادية وفي أبعاده المعنوية في أبعاده العقائدية وفي أبعاده الطقوسية العبادية في ظواهر الأمور وبواطنها الآية شاملة لكل هذه المضامين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين التعطيل مصداق من مصادق الفساد الذي تتحدث عنه الآية الكريمة لا تبغي الفساد في الأرض هذا فساد تعطيل العمل فساد وأي فساد إذا كان الإنسان قادرا على العمل عليه أن يسعى أنني أتحدث في أجواء التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم منطق العترة منطق العترة تلقصه كلمة إمامنا الحسن المشتبة وهي هي كلمة رسول الله وهي هي كلمة أمير المؤمنين أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا هذه كلمة رسول الله وهي هي كلمة أمير المؤمنين وهي هي كلمة إمامنا المشتبة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا هذا هو مبدأ التوازن إنني أتحدث عن مبدأ التوازن وفقا لمنطق الثقافة المهدوية التي تمنعنا من التوقيت ولكنها تجعل الأمل متحركا في حياتنا توقع الفرج صباحا ومساء توقع الفرج صباحا ومساء في الوقت الذي إذا ما وقتنا فإنها تقول لنا كذبوا أنفسكم من جاءكم بوقت فكذبوه فهذا الأمر ينطبق علينا قبل أن ينطبق على غيرنا فإذا ما جئنا نحن بوقت علينا أن نكذب أنفسنا أنا لا أتحدث عن احتمالات يضعها الناس لا على سبيل الجد ولا يجعلونها أساسا لتنظيم حياتهم إنما أتحدث عن التحديد والتعيين الذي يكون مقياسا وأساسا في حياة الناس بحيث أن الناس يعطلون حياتهم أو أنهم يغيرون مسار حياتهم فمن جاءنا بوقت نكذبه حتى لو كنا نحن الذين جئنا بوقت لأنفسنا علينا أن نكذب أنفسنا لماذا قضية علمية نحن لا نمتلك المعطيات فمن أين نأتي بالنتائج المقدمات ليست متوفرة لدينا فكيف سنحصل على النتائج الصحيحة من دون مقدمات صحيحة وإنما نبني حياتنا ونتحرك فيها وفقا لقاعدة الأمان ووفقا لهذه القاعدة نظم الأئمة أحاديث الغيبة والظهور ولذا فإن الشيعة في كل زمان يجدون إمكانية لتطبيقها في كل زمان في القرون الماضية هناك الكثير من الوقائع والحوادث والحالات والتي تحدثت عنها في برامج السابقة تكون الشيعة قد أيقنت بأن الإمام سيكون ظاهرا في غضون سنة أو سنتين ويرتبون آثارا على ذلك أنا لا أريد أن أفتح هذا الموضوع لأن الوقت يجري سريعا وعندي سؤال آخر زيارة صاحب الأمر وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان إنها الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين هذه الزيارة عجيبة في نظمها عجيبة في جمل قليلة في سطور محدودة وضعت لنا أكمل برنامج في العلاقة مع إمام زماننا وأعتقد لو أننا بقينا بقينا نشتغل سنوات وسنوات كي نرسم برنامجا كهذا البرنامج ما استطعنا إنها كلمات قليلة سطور محدودة أقرأ عليكم ودائما أقرأ هذه العبارات لأنها تمثل البرنامج المثالية في العلاقة مع إمام زماننا إنها تتحدث عن الغيبة وعن الظهور وعن الرجعة في الوقت نفسه نخاطب إمام زماننا قائم آل محمد فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدت فيك إلا يقينا ولك إلا حب وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهاد بين يديك إلا ترقبا متى يكون هذا في زمان الغيبة في زماننا هذا فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدت فيك إلا يقينا ولك إلا حب وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهاد بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك هذا كله في زمان الغيبة لأن زمان الظهور لم تتحدث عنه الزيارة بعد مولاي فإن أدركت أيامك الظاهرة هذه مرحلة الظهور الكلام الكلام المتقدم كله في زمان الغيبة فلو فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار هذا هو التمهيد هذا هو التمهيد فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي هذا في زمان الغيبة فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك هذا في زمان الغيبة مولاي فإن أدركت أيامك الظاهرة هذا في وقت الظهور مولاي فإن أدركت أيامك الظاهرة وأعلامك الباهرة فهاء أنذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك أرجو به أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك هذا في زمان الظهور في مرحلة الرجعة إن وفقنا للرجعة فإن فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة هلا تلاحظون أن الزيارة تحدثت في مرحلة التمهيد أكثر مما تحدثت عن مرحلة الظهور والرجعة المقطع الذي تحدثت فيه عن زمان الغيبة عن زمان التمهيد كان أكثر من المقطعين أكثر من مقطع زمن الظهور وأكثر من مقطع زمن الرجعة لأن زيارة أساسا نسجت لنا نسجت للذين يعيشون زمان الغيبة هذه الثقافة المهدوية الأصيلة التي نحن مطالبون بها حينما أتحدث عن ظهور إمام زماننا وحينما أنشر الأمل لي ولكم وأنا أحشد الأحاديث الشريفة مع الحقائق التي تتحرك على أرض الواقع بيننا إنني أنطلق من قاعدة كعلمتها من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الكافي الشريف للكلين المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة إنه من رجال الغيبة الأولى وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة السابعة والتسعين إنه كتاب التوحيد باب حدوث العالم وإثبات المحدث الحديث الثاني الرواية طويلة كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مع ابن أبي العوجة هذا من الدهريين من الملاحدة في زماننا نقول عنهم الملاحدة الملحدون في الأزمنة أسابقة يقولون عنهم الزنادقة يقولون عنهم الدهريون الطبيعيون هذا من الدهريين من الزنادقة من الزنادقة المعروفين زمان إمامنا الصادق صلوات الله عليه من كبارهم ومن رموجهم هو ذهب إلى الإمام الصادق في موسم الحجيج وكان الإمام في المسجد الحرام والناس تطوف بالبيت الرواية جميلة وطويلة لكنني أذهب إلى موطن الحاجة منها الإمام ماذا قال له ماذا قال لابن أبي العوجة قال إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء الإمام يشير إلى الطائفين بالبيت وهم المسلمون الذين يعتقدون بالحياة بعد الموت ويعتقدون بالحساب والجنة والنار إنها العقيدة الأخروية فقال إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون وهو على ما يقولون يعني أهل الطواف فقد سلموا وعطبتم فأين تعطون هجوهكم بعد الموت أنتم يا أيها زنادقة يا أيها الدهريون يا أيها الطبيعيون إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون فقد سلموا وعطبتم وإن يكن الأمر على ما تقولون من أن الإنسان يموت وينتهي وليس هناك من حياة بعد الموت وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما تقولون فقد استويتم وهم هم لا يصيبهم الضرر لكن إذا كان الأمر كما يقولون هؤلاء الذين يطفون حول البيت ويعتقدون بالآخرة إذا كان الأمر كما يقول هؤلاء فإنكم الخاسرون ولكن لنفترض أن الأمر كما تقولون أنتم فهؤلاء وأنتم على حد سواء انطلاقا من هذه القاعدة فأقول حينما نتوقع الظهور القريب وانطلاقا من ثقافة العترة الطاهرة وتمسكا ب أحكامهم وآدابهم وتعاليمهم توقعوا الفرج صباحا ومساء وحدثونا وحدثونا عن مرحلة الإرهاصات وعن مرحلة العلامات الحتمية وعن مرحلة مقدمات الظهور وحدثونا وحدثونا هل هم يضحكون علينا هل هم يضحكون علينا إنهم يريدون منا أن نتحرك ضمن هذه الثقافة بحسب قواعدهم وأن نعمل بقاعدة الأمان عللتم بالأمان أن نعلل أنفسنا بالأمان وأن نعلل أنفس المؤمنين بالأمان هذا هو الذي يريده منا أئمتنا أن نموت على هذه الحالة وقلوبنا مجدودة إلى إمامنا أفضل بكثير أن نموت والقلوب خالية من الحماس العقائدي مع إمام زماننا حتى إذا لم ندرك الظهور الشريف إننا نمهد ونهيئ لإمام زماننا نموت على هذه النية وسنعود في الرجعة إن شاء الله تعالى لأن الذي يموت على هذه النية سيوفق للرجعة بالضبط مثل ما قرأت عليكم من الزيارة الشريفة التي تحدثت عن زمن الغيبة وزمن الظهور وزمن الرجعة نحن هكذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الباب الخامس والعشرين الحديث الأول بسنده بسند النعماني عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أعرف إمامك أعرف إمامك من هنا أخذت عنوان مجموعة حلقات أعرف إمامك التي وضعت لكم فيها الخارطة المتكاملة للعقيدة السليمة أعرف إمامك أعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر وهذا الذي نقوم به هو جزء من معرفة إمام زماننا إنني أحدثكم عن شؤون غيبته وظهوره ومعرفة شؤون غيبته وظهوره جزء من معرفته صلوات الله وسلامه عليه أعرف إمامك أعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر هذا مبدأ من المبادئ الثابتة في ثقافة المهدوية العصيلة الحديث الثاني بسنده بسند النعماني عن الفضيل ابن يسار قال سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم فقال يا فضيل أعرف إمامك أعرف إمامك في برنامجنا الذهبي الزبدة الذهبية ما هي أعرف إمامك وعرف بإمامك هذا هو التمهيد يا فضيل يا فضيل أعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه قد تقول ما هو الفارق بين من كان قاعدا في عسكره وبين من كان بمنزلة من قعد تحت لوائه من قعد تحت لوائه هؤلاء هم النخبة هؤلاء هم الثلاثمئة وثلاثة عشر هؤلاء هم القاعدون تحت لوائه إنهم الأمة المعدودة هكذا تصلح العترة طاهرة عليهم بهذا المصطلح الأمة المعدودة ومن عرف إمامه ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره في عموم أنصاره لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه قطعا الناس تختلف معارفها وتختلف عقائدها وتختلف نواياها فهناك من يكون بهذه المنزلة بمنزلة من كان قاعدا في عسكره وهناك من يكون بهذه المنزلة بمنزلة من قعد تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه أعتقد أن صورة صارت واضحة وواضحة جدا وأقول للأخت الفاضلة إذا كان تخطيطك أن تكمل دراستك العليا لكن الذي يحول فيما بينك وبين ذلك هذا التفكير الشيطاني فدوس عليه بحذائك دوس على هذا التفكير الشيطاني من أن الإمام على الأبواب فما نفع دراستي هذا تفكير شيطاني دوس عليه بحذائك وأكمل دراستك أنا لا أخترح عليك أن تكمل دراستك أو أن تتوقف هذا أمر راجع إليك إنما أبين لك من أن تفكيرك بهذه الطريقة هذا تفكير تسرب إليك من الشيطان نحن تكليفنا أن نعمل وأن نعمل وأن نعمل وأن يكون عملك وأن تكون دراستك موظفة في خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أتحدث عن تخصص معين كل التخصصات يمكن أن توظف لخدمة إمام زماننا وإنني أتحدث عن الجانب الاجتماعي حينما يكون المؤمن أو تكون المؤمنة على منزلة اجتماعية مرموقة ومن أهم أسبابها الشهادات الجامعية العالية فإن بإمكانه بإمكان المؤمن وبإمكانها بإمكان المؤمنة أن تقدم خدمة أفضل في فناء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لأن العمل الديني لأن العمل العقائدية لأن العمل التبليغية إن كان على أرض الواقع أو كان في العالم الافتراضي يعتمد كثيرا على هذه الظواهر وعلى هذه المتبنيات المجتمعية وقت الجواب صار طويلا أكتفي بالذي ذكرت وأذهب إلى فاصل